أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللوعد الروس قاسم الزبيدي أن القضاء على التهديد الذي تمثله الميليشية الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الأمن والسلم الدوليين يتطلب استراتيجية ردع محلية وإقليمية ودولية شاملة وأشار اللوعد زبيدي خلال لقائه عبر تقرية الاتصال المرئي مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن إلى جهزية مجلس القيادة الرئاسي للانخراط في أي جهود إقليمية ودولية تهدف لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية في اليمن والمنطقة سلما أو حربا لافتا إلى أن القضاء على التهديد الحوثي يتطلب تعاونا حقيقيا بين دول المنطقة والعالم وصعر ضلق مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلادنا والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتفعيل مؤسسات الدولة والارتقاء بعملها كما ناقش لقاء القرارات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي عبر سلسلة من الإجراءات عبر البنك المركزي اليمني وعدد من الوزارات الخدمية والتي هدفت في مجملها لإيقاف العبث الحوثي بالقطاع المصرفي وأصول المؤسسات الحكومية الخدمية وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وتطرق اللقاء إلى تطورات ذات الصلة بالجهد التي تبذل من قبل المجتمع الدولي ودول الإقليم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة وفي هذا الشأن جدد اللواء الزبيد تأكيد على جاهزية مجلس القيادة الرئاسي للانخراط في أي عملية سياسية لإحلال السلام في البلاد خلال الفريق التفاوضي الذي يمثل مختلف القوى السياسية المنضوية في إطار مجلس القيادة من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم حكومة بلاده لكل الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلطة الدولة وتقديرها لتعاطيه الإيجابي مع الجهود المبدولة من قبل المجتمع الدولي ودول الإقليم لإنهاء الحرب وإحلال السلام كما جدد السفير فاجن الاتزام حكومة بلاده في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع بقلق بالغ تنمي التصعيد الحوثي في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وتعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لوضع حد لتلك التهديدات اشتركوا في القناة